وجود منابع مائية أو منطقة سكان وبعيدة عن منازل أي أن الشروط البيئية الموضوعة ضمن وزارة البيئة تنطبق على هذا الموقع يبقى موضوع الذي هو تذليل بعض العقبات في هذه المرحلة نسع جاهدين حتى نصل إلى حل بأسرع وقت ممكن ونتخلص من المشكلة القائمة في الشوارع والقرى والبلدات اللبنانية كما قلت ليس هناك من مجال أو حل آخر هناك نظريات عديدة هناك مدارس بيئية عديدة هناك طروحات عديدة إنما بالواقع ليس هناك إلا حل تشاركي نتشارك جميعا فيه نحن جميعا ننتج نفايات علينا أن نتشارك بالحل والشراكة ليست فقط بالحل والمواقع أيضا الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والجمعيات البيئية لأول مرة من خلال اللجنة الفنية التي سيصدر قرار إن شاء صباح غد وقد تم تسمية معظم الوزارات لمندبينا نحن كلجنة أعطينا رأينا بها وستكون متابعة لكل القرارات يعني عم نحاول جاهدين بأسرع وقت إنما بخطوات ثابتة حتى لا نقع بالمجهولة هذا ما حصل الليلة وإن شاء الله بأسرع وقت نتمنى أن نزف لكل الناس الذين ينتظرون الحل يعني ساعة بدء العمل بالخطة والتي كما قلت نعمل جاهدين لتذليل كل العقبات سياسية أو غير سياسية إلى جانب يعني النجوم التلفزيونات اللي دايما عم يطلعوا بأفكار جديدة نحترم العلم والبيئة منها ونتمنى على يعني وسائل الإعلام أن تظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذه الخطة كيف ستتعاملون مع الوزير مع الأصوات المطلقة؟ هناك أصوات التفعة تكون خلال اليومين الماضيين خصوصا في منطقة رفيل والنعمة كيف ستتعاملون معه؟ أولا منطقة النعمة عيند رفيل في أكثر من موقف واضح هي منطقة قدمت للوطن 17 سنة من استقبال النفايات فيها 18 مليون طون تقريبا أدت قصطة للعلى خلص هذا أقفل نهائيا سبعة أيام اللي عم نطلبون هو لإنهاء الخلية القائمة اليوم إقفالها إقفالا نهائيا الاستفادة من مرحلة ما بعد أكفال المطمر بتتريبه، بتخديره، وإنتاج الطاقة الكهربائية والأموال المتوفرة والشركة اللي وقع عليها العقد بانتظار توقيع العقد مع مجلس الماء والأعمار للبدل بإنشاءات وتوليد الطاقة من المطمر إلى جانب ذلك قلت أن العمل التشاركي بأعتقد أهل المنطقة كرام وأهل المنطقة بإحساسهم الوطني عالي جدا صحيح أن هناك بعض الأصوات المعترضة إنما البلديات والاتحاد البلديات قالوا كلمتهم بلدية النامي بيرح كانوا عند دولة رئيس تمام السلام وكان عندهم مطالب محقة وعد بدرسة وتلبيتة عين درافيل في أكثر من رأي إنما نحترم الرأيين إنما كان كلام واضح نحن مع الخطة إنما موضوع الاقفال أو الفتح هو الاقفال حصل خلص لن يكون هناك فتح مرة أخرى في سبعة أيام لضب كمية من النفايات موجودة بالشارع اللي موجود بالشارع خمسين ألف طون اللي موجود بالشارع عشر تلاف محروقين اللي موجود بالشارع تسعين ألف تم تمرن بالتالي عنا تقريبا ما بين الأربعين والسبعين ألف طون إلى أن تبدأ الخطة في عنا خلية ممكن يستيعابه واقفاله نهائيا لأنه الخلية خلية علمية صحية وأكثر من هيك بدي أقول إنه الذي قرر القفال طبعا الحراك الشعبي طبعا أهالي المنطقة إلى جانب القرار السياسي بالتأكيد نحترم كل صوت عابيقول عنده رأي آخر إنما بالحوار معهم بالتفاهم معهم وبالتواصل معهم سنذلل إن شاء الله كل عقدر بعكاد في رفض مطلق بعكاد في رفض مطلق معادي وزير في الشي اسمه رفض مطلق لنفايات خارجية في الشي لحظة شواء الآن نسعى إلى تحويل مكب سرار إلى مطمر صحي وبدأ العمل منذ يوم أمس بالتحضير إلى هذا العمل اثنين هي عملية تشاركية موضوع موضوع تشاركي طيب عندنا هالكمية من النفايات عندنا ألفين وعندنا ثلاث تلاف وثلاثمائة وخمسين طون تعريبا كل يوم بمنطقة فقط اللي هي كانت سوكلين تتوليها بالماضي شو من عميد؟ إذا كل منطقة بدأت ترفض من أجل الرفض لا هذا يعني بالآخر في ضرر على البلد وعلى المسار العالم إذا بدأت ترفض من منطلق علمي وبيئي نحن معا نحن هني عدوا يقولوا لا مكب في منطقة السرار لا للنفايات نحن عم نقول لا للمكب في سرار ولا للمكب في عكار نحن معاهم للناس نحن عم نحولهم المكب إلى مطمر نتعاون بكمية معينة بمسار إنمائي إلى المنطقة وبعدين ما ننسى إنه العاصمة كلنا عم نعيش فيها كلنا عم ندرس فيها كلنا عم ننتش فيها كلنا عم ننتقل إلى علينا واجب أن نتحمل جزء من نفاياتها بالمرحلة الانتقالية اللي هي سنة وستة شهر لا أكثر ولا أقل معنا وزير يعني من بعد إقرار الخطة بمجلس الوزراء كانت المهلة السبعة أيام من وقتها لليوم كل يوم عم تزيد النفايات بالشوارع عم تتراكم هل هذه الكعبيات المتراكمة معدها بتقدر الخطة أن تشيلها بسبع تيام؟ بالتأكيد بالتأكيد مش سبع تيام أقل من سبع تيام لأنه مثل ما قلت في تسعين ألف طون طميرو هذه الكمية لن تحرق غلط مثلاً النفايات اللي كانت نعم تطلع بالضاحية الجنوبية ومنطقة شويفات بحدود الألف طون كليون هاي دي كلها انطمرت تحت المطار ما حد نعمسك بمناطق تاني بقرى عديدة ببلدات عديدة كمان تمتم اللي هي بالشارع اللي هي بالكارنتينة اللي هي بالمخازن حتى نقدر نطلع يعني نفايات صالحة للفرز وللطمر مرة جديدة جولة الاتصالات اللي عم تعملها قداش بعد بدأ الوقت لتبنش لحظة خالك إن شاء الله أنه أول ما نزلل كل العقبات رح نبلش ورح نعلو قبل 48 ساعة عنا للتحضير للعملية بشكل كامل بدأ أسطول كبير بدأ كمية من تنقول مثلاً السبع تيام بدهم كمية من الأتري والرمل تحتى تطمر ضغرة بدهم عدد من الآليات تحتى تشيل من المناطق الثاني وتنقل للناعمة وبنفس الوقت بدك آليات تتنقل على المناطق الجديدة فبالتالي عملية تكاملية واسعة بالتالي نسعى جاهدين إلى الوصول إلى حلول بأقرب وقت ممكن في عوائق آه في عوائق في مشاكل آه في مشاكل في رفض من البعض نعم في رفض من البعض بس اللي عنده خيار آخر أو حل آخر المكاتب مفتوحة أنا موجود حتى نتقبل أي رأي علمي بيئي بيختم حل المشكلة وطنية وليست مشكلة يعني مناطقية أو يعني مناطقية أو غيرها من هذا الوطن اللي هذا الملف قد يكون الملف الأخير الذي يبحث يعني على الطاولات إن كان طاولة الحوار أو بمجلس وزراء وأؤكدهم للحراك الذي نحترم ونقدر هذا نصر لهم خدوا لو منكم ما تحرك الملف لو ما حراك الشارع ما حدا نوصل إلى حلول فليستفيدوا من هذا الملف ولينطلقوا إلى ملفات أخرى هذا نصر إلون والجدلية عم تسير لأنه في عين واضحة ما قبل الحراك شيء وما بعد الحراك شيء آخر شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة